ادعو الله رب السماء ان يرزقهم في هذا المساء كل ما تحبون وتصرون اهلا بيكم في اول حلقة من برنامج نص كلمة قبل ما ابدأ معاكم في البرنامج وازاي بنقدمه هقدم سيادة العميد احمد رمضان بالقوات المصلحة اهلا بحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم انا حد بدأ اكون مع السادة المشاهدين في اول حلقة من حلقات برنامج نص كلمة وان شاء الله ينال اعجابكم ورضاكم وبرضو نتواصل مع بعض في اي مراحضات اه تخدم وتخلي البرنامج يكون تستمر رايا ان شاء الله حابب اوجه اه تحياتي لسادة النائب شاحت ابو حجر عن دائرة دار السلام والبساتين وسادة النائب الدكتور خالد اه عن دائرة مصر العديمة وبقدم لكم فريق العمل اللي حيكمل مشواره معاكم وان شاء الله باذن الله بالتوفيق والنجاح اليوم ان شاء الله الاستاذ محمد عيد مدير اه انتاج البرنامج الاستاذة ياسمينة ببكر الازعية الخلوقة المحترمة الاستاذة سارة جمال الازعية المحترمة اللي احنا عادين انا في الاستوديو اتبرا في فيديا فاتحة وحنتعلم منها ان شاء الله كل حاجة وحتفدنا بكل معلومات ومع الاستاذة ياسمين اه ربنا اه لك بالتوفيق ان شاء الله رئيس تحرير البرنامج محمد عيد اهلا بك اهلا بك يا سارة واهلا بك يا ياسمين واهلا طبعا بسيادة العميدة احمد رمضان اللي دايما يعني بيفجئنا دايما بدعمه ودايما زي ما نقول كده بالمبادرات اللي بيعملها من خلال دعمه وانتاجه بالبرامج التلفزيونية على القنوات الفضائية وانه هو يدي خرص يعني زي ما نقول كده على ارض الواقع للشباب هو دايما يعني زي ما نقول كده البرنامج او برنامج نص كلمة فاتح دراعاته لكل الناس اللي حبه ان هي تيجي حبه ان هي تشتغل معانا حبه ان هي تكون موجودة من ضمن فريق عمل البرنامج طبعا مش هنقول مثلا ان احنا هنجيبك من الضار للنار ونجيبك نحطك مثلا كمزيع في الاول لا الموضوع اكيد بيكون محتاج ترتيبات اكيد الموضوع بيكون محتاج ان احنا نتضرب اكتر ويعني انا بوجه رسالة دايما لمتابعينا انتو لما فيجوا ان شاء الله تشتغلوا معانا زي ما سادة العميد قال احنا هنا كلنا في ضيفة صرا جمال صح ياسمين كده طبعا ياسمين يعني ان شاء الله يكون وجه مشرف كده ووجه ان شاء الله ينال اعجاب حضراتكم وان شاء الله بإذن الله تعالى عندنا امر كبير في ربنا ان برنامج نص كلمة يكون برنامج فعلا فعلا داعم للشباب يكون فعلا برنامج نقدم فيه رشدة محترمة لكل المشاهدين نقدم فيه رسالة بناءة ورسالة محترمة ان شاء الله للمشاهدين هل سيبقى الكلمة لصارة؟ هو قبل ما تتكلم بس بعد اذا نقل وصارة يا ياسمين او تكمل معاك لصارة صارة انا بوجه الدعوة لكل ابنائي وكل ولادي في كليات الاعلام في جمهورية مصر العربية بفتح طريق لتعليم للتعلم وتدريس الازعاء والاعلام محاضرات عملي لحصري طبعا وحصري من خلال برنامج نص كلمة والتدريب ده هيكون عملي في القناة وبإذن الله تنبستو والهدف من البرنامج ده ان احنا نطلع اجيال شابة تفيد بلدنا ان شاء الله في المستعدة شكرا جدا سيادة العميد كان بتتكلم قبل الحلقة ان هو هيكون فيه مفاجأة فعلا هي ده المفاجأة وهي ده المفاجأة اللي هو كان وعيدنا بها ان احنا احنا اكيد ما كناش عافين ان فيه تدريب عملي اوه تحية دعم كله لكل كليات الاعلام وكل طلبة المصريين كمان وان شاء الله ربنا يكلمنا جميع مش بس ده كمان المفاجأة يا محمد سيادة العميد يعني فجئنا كلنا كمشاهدين معك لا المفاجأة كمان بتاعت المشاهدين ان ان شاء الله ياسمين هتبقى معي في البرنامج وتقدم معي البرنامج وده طبعا شرف له اسمين ومبسوطة جدا انت معي انا اكتر مبسوطة ان انا في وسط الكدر المحترم ده سيادة العميد استاذ محمد استاذ صارة بجدمته ناس خلقين جدا وانا مبسوطة بالعمل معك وان شاء الله نص كلمة يكسر الدنيا ويبقى برنامج جميل ومفيد برضو يا صارة احب اقول للجمهور ان احنا في نص كلمة اول فقرة معنا هتكون فقرة طبية هيكون معنا شخصية سرية جدا طبية دكتور محمد طايع اخصائي الاطفال وحديث الولادة واخصائي التغذية العلاجية هنستفد منه كثير في الفقرة الاولى تمام بس قبل نبدأ برضو الفقرة احب اعرفكو البنامج بتاعنا هيكون ماشي ازاي بنامج نص كلمة شامل المجال كله شامل اي مجال سواء طبية صحي اجتماعي سياسي شامل كل حاجة في نص كلمة هنخلص كلام كثير جدا هيكون معنا كمان اخبار ترند واخبار جديدة استنونا في الفقرة الاولى مع الدكتور محمد طايح اخصائي الولادة واخصائي التغذية العلاجية استنونا بعد الفاصل في الفقرة الاولى ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل لسا مكملين في بنامج نص كلمة معنا الدكتور محمد طايح اخصائي الاطفال وحديث الولادة واخصائي التغذية العلاجية اهلا بحضرتكم بمناسبة يا دكتور دخول الشتاء كنا عايزين نسألك بخصوص الشتاء وطبعا اجواء كورونا والامهات كلها متخوفها جدا بالذات المدارس بدأت ازاي يحموا اولادهم من الكورونا او بنسبة حتى لو 90% والله الايام طبعا بتاع الشتاء الايام الجاية دي احنا داخلين على فترة الانفلوانزا وتنتشر الانفلوانزا فتبتدي بقى تتشبه الاعراض ما بين الانفلوانزا وما بين الكورونا فدايما الام بتبقى الآن شوية فلازم تبتدي بقى تعود طفلها انه هو غسيل اليد بانتظام ازاي ده يخسي اليد ازاي بتدي ادواته الشخصية دي تبقى بتاعته لوحده وتعلمه انه ما فيش حد ياخد منه ادواته انه هو يحافظ على لبس الكمامة في الكلاسة او كده وطبعا التغذية السليمة وانه هي الفطار يكون صحي فتدي لوت فطار ساحي وتغذية سليمة وفي نفس الوقت الملابس برضو وعشان انت عارفين الجاو بيبس الصبح بادري شوية برد شوية فلازم تبتدي التدفئة كويس بس مش معنى كده ان احنا نلبس لبس تقيل جدا لان ده بيضايق الطفل برضو في حركته فلازم هي لو الام بس انا بنقولها لو انت لبسها قطعتيني بالطفل يلبس تلك قطع وكون حاجات قطن كده او صوف خفيف يعني اكتر بينها لازم يلبس اكتر او قطعة او حاجة ولو حاولت يلبس ملابس خفيفة بس كنت بتدفيه برضو مش الحاجات اللي هي الاوفر ان هو يبقى عشان الحامل كده عشان ميبقاش لا حرام قوي اه وبعدين بيبقى حاجة تقيل عليه برضو عشان بيبتدي يلعب مع صحاب ويتحرك فاللبس الكتير بيبقى مدايق الشخص شوية طب في زل كورونا الاطفال بيروح المدرسة طب ايه هنقول مش هنقول الام لان الام بتحفز على ابنها او بنتها على قد ما تقدر المدرسة ايه دورها ان هي تقدمه للطفل في زل كورونا والله برضو التباعد ما بين الاطفال شوية ان ما بيبقاش الفصل اوفر كراودت شوية فيه تباعد شوية ما بينهم تاني حاجة موضوع اللي برضو تللمس او اللي يبتدوا ينبهه على الاطفال بلبس الكمامة غسيل الايد باستمرار برضو بالصورة الصحيحة يعني رابع حاجة طبعا انه هو لو في طفل عنده اي مشاكل صحية ظهرت يبتدي يتعاونه مع الاهل بسرعة او انه هو الطفل ده فيه مشكلة نلحق نكشف عليه بدري او يبتدي انه هو يتعازل بدري بدري عشان الموضوع ما يكبرش طب من رأيك كدكتور يعني الام تحقق يعني ما تنزلش اطفالها المدارس بالبعد استشارة الدكتور طبعا لا يعني ينزل عادي الطفل ينزل عادي المدارس بتاعته كله تمام بس لو عنده مشكلة بقى الدكتور اللي بيقرر ان كان هيروح بكرة او هيروح المدرسة الايام دي او لا لان فيه امراض بتبقى معادية شوية فممكن تتنقل بسهولة فبدل ان هو واحد بس يبقى اكتر من واحد يبقى مصاب يعني هذبت يا دكتور البروتين دايما بنسمع من الامهات اول ما يجينا برد اقتع سمك اقتع لبن اقتع بيد انا عايزة اقفى المقولة دي هل ده صح ان التلات حاجات دول بيتفعلوا مع البرد ويزودوه ولا دي كرافة لا او الكلام فاضي طبعا بالعكس ان مفروض اثناء البرد ان المناعة بتبقى قليلة شوية عشان ده فيروس فمحتاج مناعة قوية عشان تهاجمه فالبروتين هو الباكبون اللي هو العمود الفقري بتاع المناعة فلازم نبتدي نزود البروتين لانبروتين مصدره طبعا البيض واللبن والسمك وحاجات كتير فمفروض ان الحاجات دي بتزود المناعة عشان تقدر تهاجم الفيروس اللي هو بتاع الانفلوانز ده فدي طبعا كانت مواكولة خاطئة او مش عايف ايه السبب انتشارها طب ايه الاكلات بقى المعينة اللي هي بتزود المناعة عند الطفل والله الاكل الاول حاجة زي ما قلت حضرتك دلوقتي ان البروتين من الحاجات المهمة جدا في المناعة بتاعت الانسان او العموما الشخص فهو طبعا اول ثلاث سنين في حياة الشخص نفسه دول مهمين جدا في التخذية كل ما اخذ تخذية سليمة كل ما كان بيحميه من امراض كتير زي امراض السكاري زي امراض حسية الصد يعني مثلا اللبن البقري والحاجات دي كلها لما بتتاخذ سنة بدري wondering what its trying to get فلازم ناخد اكل صحي لنشاطة اكت ears في طبعا في كل حاجة الرعيسة طبعا thin يائق البروتينك دايما لازم ناخد نزب البروتينة عالية شوية وبناخد برده مع الخضرات اللي فيها zinc والذي فيها فيتامين دي تأشير كان ياخدوه ادوية whoa لا فيتامين دي يتخذ فاول سنة كنوع من انواع البروفلاكسس كندا يحديد اي طفل عشان ما يصحبش بأمراض اللي هي هشارشة العظام والحاجات دي كلها. طبعا. فياخد فيتامين دي عشان انت عارفة برضو ان الشمس ما تدخلش البيوت قوي دلوقتي بعكس زمان. اي وصح. كانت في الدنيا مفتوحة شوية. دلوقتي طبعا. والشمس عايزك كل مكان ناقي ومكان مفوش تراب خالص. فطبعا ده مش موجود حاليا. فيفضل بناخد فيتامين دي كابروفلكسس في اول سنة او سنتين من العمر. وطبعا مع استشارة الدكتور اللي هو متابع معاه ممكن فيه اطفال بتاخد فيتامين دي لحد 3 اربع سنين قدام كمان. على حسب هات بيتاخد كعلاج ولا بروفلكسس اللي هو القوي يعني. طب دايما يا دكتور الامهات بيسألوا من اول مثلا ثلاث شهور بيبضلوا ومش عارفين يأكلوا الطفل امتا. امتا يأكلوه وامتا يعني يكون الاكل المزبوط لي. مايبقاش اي اكل طبعا عشان ما يضرش معدك. هو مفروض طبعا الاكل بيبتدي كطبيا يعني مفروض بيبتدي من ست شهور فترة من 4 شهور لست شهور بس طبعا المدارس الاصحة هو فترة الست شهور. ومفروض طبعا بيبتدي بحاجات خفيفة زي مثلا مفيش حاجة محددة نقدر نقولها بس ببعض الحاجات مثلا خضوعات مسلوقة. ان احنا بنتدي صنف واحد بس من الاكل ده. وبعد كده بنتسميها قعدة التلات ايام. ان احنا بنتدي اكل عشان نشوف الاكل ده تأثيره ايه على الشخص نفسه. هل هيصب امراض التحسس حساسية. هل هيجيله اسهال هيجيله امساك لما ياخد ده. فمثلا لو هنبتدي بكوسة مهروسة. ما هي تديله مثلا كوسة مهروسة لمدة تلات ايام. وتشوف هل هيظهر عليه اعراض جديدة. ظهرت عليه ما بينامش كويس بيجيله مرض شديد بالليل. اما هو كده اصبح عنده حساسية من الاكل ده. فلما يكون بقى عنده حساسية بتبتدي تبعده وجربه تاني بعدها الاسبوعين. اه بتبتدي تستبعد الاكل اللي بسبب حساسية ده. وتبتدي تجربه تاني بعد اسبوعين. وتشوف هل برضو الحساسية تظهر ولا لا. وكل تلات ايام بتدخل صنف جديد. وبنبتدي بقى بالحاجات الخضروات. وبعد كده بندخل الحاجات اللي فيها حديد واحدة واحدة. عشان طبعا الحديد مفروض انه هو الام. لبن الام بيبقى بيفقده من ست شهور يعني. فبيبتدي الطفل عايز مصدر خارجي للحديد. فيبتدي بقى تاخد الاكل اللي فيه حديد اللي هو مثل الخضروات. زي البروتين. زي الحاجات دي كلها. تبو اللحوم يا دكتور البروتين تريخ لحمدين قدر نأكلها للأطفال. من قدي فيه ناس بيقولوا من سنة ونص وسنتين. هل ده حقيقة هل المعدة تقدر تهدم الحاجات دي في الوقت ده؟ وانس ان الطفل خلاص اصبح ان هو يقدر يعد يقدر يمسك حاجة بايده ويبتدي يحط حاجة في بقه. يبتدي ندي الاكل الاول في السورة سائلة شوية. اتقل من اللبن حاجة خفيفة. وبعد كده كل مقدر كل بابينتقل اللزوجة بتاعت الاكل شوية. منها البروتين. يعني البروتين ممكن مثلا الفراق دي ممكن عندي تمن شهور. ياخدها مع قدر مسلوق. لو هو مش ععف يأكلها على طول. لا ممكن نضربها له في الخلاط. البروتين مثلا ممكن يأكل زي الشفان. الشفان فيه الياف وبروتين ممكن برضو يتطحن او يتضيف الخلاط. فيه حاجات كتير زي البيت مثلا بنبتدي بصفار البيت مثلا في البداية. بنعند سبع شهور. ونبتدي نجرب معه برضو نفس كسة الحساسية. هل هيعمله حساسية جلدية؟ هل هيعمله حساسية في بطنه؟ فبنبتدي بقى لو الاكل ده زي ما قلنا عمل حساسية بنبتدي نستبعده احسنين. طيب دلوقتي ام موادية ابنها الحضانة. ايه الاكل اللي ممكن تدهوله رايح الحضانة؟ تكون مفيد يعني ناس تدهله الشفسي تدهله عصير الملتو الكيك الكلام ده كله؟ طبعا كل ده مضر. اكيد طبعا. هيبقى تبدله بايه؟ هو طبعا زي ما احنا عارفين ان السكريات اصلا كلها الحاجات اللي فيها سكريات ومواد حافظة دي لوحدها اصلا من الآن غلط وبتسد الشهية بتاع الطفل. يعني الشكوى دايما تيجي تقوله الام ان احنا ما بيكلش كويس. طيب اه من الحاجات اللي هي دي لان هي بتحسس الطفل بالشبع الوهمي يعني هو حاس ان هو شبعين بس مخدش عناصر غذائية كافية ان هي تدهله طاقة يعني. فمفروض ان هو بياخد لما يجي في الفطار تبقى واجبة فيها صعرات حرارية عالية شوية. زي مثلا زبدة الفول السوداني من الحاجات الكويسة جدا وطعمها حلو. ممكن نحطها على نوتلا مثلا في حاجات كتير في السوق موجودة في الصيدليات. زي نوتلا كده ومفيدة فيها موادس فيها زنك وحاجات من دي كلها. ممكن ناخد زبدة فول السوداني. في اكلة مثلا هو مش بيحبها مش عايزة كلها؟ ابني ما بيحبش البيت طب ما جربيه بطريقة اخرى ممكن تاخده مثلا بيد املت ممكن تاخده مثلا. تغيره في الطرق والاشكال كمان ممكن. ما نقفش عند حتة معينة وخلاص يا دي نهاية الدنيا يعني. ممكن ندخل البيت في كيكة تعملها له هي في البيت ما هو كده كده. واحد العناصر بتاعتها كلها. اه وهو الاكل بقى مفروض يبقى فيه خضرات طبعا. اللي الخضرات بقى فيها الياف. والالياف بتتحس الطفل ان هو شهيته كويسة. وبي بيخليه يأكل. فاكهة مثلا زي التفاح. التفاح من الحاجات اللي بتقوي الزاكرة فيها حديد. ومن الحاجات اللي هي برضو دايما. وعصير. اه العصير لو فرش اوكي. بس هو الافضل ان احنا ناكل الالياف الفاكهة كاكل مش كعصير. عشان نستفاد من الالياف اللي موجود فيها. عشان الطفل ما يحصلوش امساك يحصلو اطربات في المعدة. فاكهة نفسها مش عصير يعني. مش عصير يعني. خصوصا ان هما بيضيفوا سكر كتير. فبيعاودوا الطفل دايما عن الاكل المسكر. يجي تقدمي له وجبة اخرى مش مسكرها. يقولك لا مش حبيبها. اه زي مثلا انا دايما بقولي الامهات. ان انتي لو جبت لي كوبات شاي فيها سكر. وجتي بعد عشر داق جبت لي كوبات شاي فيها بفات سكر. هفضل اني. اه طبعا. فهو الفكرة كده. ها احكت بفرقة اصلا. فهما مفروض اصلا ان ما اندخلش ولا سكر ولا ملح في اول سن سنة. في اول عمر سنة عشان الطفل يبتدي ما يتركش لبن الام. عشان الملح طبعا ممكن يؤثر على الكلا شوية. السكر بادري بيعمل اضطرابات في البطن الجديدة شوية. ايه تاني طب ممكن يسبب للطفل مرض. كاكل يعني زي معنا مثلا اللبن البعري او الجاموسي. انما بيتاخد بادري ممكن يسبب مرض السكر. لو العيلة دي فيها. حد مريض سكر. مريض سكر وكده. ممكن بيسبب بحسية صدر. طب ايه اللبن مثلا الحدادك تنصحه. لطفل حديثة الولادة. لبن الام طبعا لغينا عنه يعني. بزيد. هو لو لبن الام مش متوفر او ان الام في مشكلة عندها او حاجة. يبقى هو لبن صناعي بندخل بقى فورميلا. بتتوافق مع الطفل. كل طفل ليه فورميلا معينة. اه في اطفال مثلا انا عايزة سبيشيال فورميلا مثلا عندها حساسية عندها حاجة. ففي اطفال تاخد لبن بيعمل لها مشاكل في الهضم. فبيندينه لبن بيحسن الهضم شوية. يعني كده لازم الام من اول ما هو يتمرد لحد بيبقى تلات او. لازم يروح للدكتور. بس اهم حاجة اهم حاجة وبننصح بيها هي الرضاعة طبيعية. الرضاعة طبيعية هي الامان لاي طفل في المناعة وبيديله طاقة. لبن الام بالدفء من الام للطفل يعني لبن الام هو الاساس. لو لو قدر الله بقى فيه مشكلة. مدة طب الرضاعة دي. هو زي ما القرآن بيقول سنتين بس طبعا يعني من سنة ونص سنتين كده. بس لو ما فيش اي مشاكل دايما بقول الام اللي عايزة تفتم بدري. لو ما عندكيش مشاكل او فيه اسباب تخليك ان انت تفتمي يريد تكملي الرضاعة افضل يعني. طيب يا دكتور بالنسبة للحساسية ايه الفرق بين حسية الالبان وحساسية اللاكتوز. والله او حسية اللاكتوز دي حساسية الوجبة نفسها. يعني انا مثلا عندي حسية من الوجبة نفسها داخل الجهاز الهضمي. يعني انا لو وكلت اكل بعيد عن الوجبة دي مش هيجيه حسية. طيب. انما حسية الالبان دي حسية بره الجهاز الهضمي. يعني بيحصل يعني مثلا لو خدت لبن يحصل مشاكل اخرى غير الجهاز الهضمي اللي هو الامساك او الاسهال. يحصل مثلا ديء في النفس. بس ممكن ناس توصل معهم ان هم يحتاجوا جهاز تنفس الصناعي بسبب انه لو خد لبن بقري. يحصل حاجة اسمعها انا فلاكتك شوق انه هو النفس يتقطع تماما من شدة الحساسية. بسبب لبن. يعني اللبن الصناعي بيقل اهمية عن اللبن الطبيعي؟ لا هو اللبن الحالات دي. في العنصر بتاعته والتغذية والبروتين. لا هو اللبن. الفورميلات اللي هي موجودة في السوق حاليا دي شبيهة شوية بلبن الام. بس هو اللبن البقرين عموما في بعض الناس عندها حساسية منه. سواء بقى حسية اللاكتوز. حسية اللاكتوز دي. اللي هي مثلا انا لو طفل مثلا خد لبن الام بيجيله اسهال شديد. فاذا هي حسية في اللبن نفسه. انما في الجهاز الهضمي نتيجة انه اخد لبن الام فعمله حسية. فبندي له بقى سبيشيال فورميلة حاجة خالي من اللاكتوز. لبن خالي من اللاكتوز. انما حسية اللبن اللي هو حسية اللبن برضه. ممكن الام لو شربت لبن بقري وتردع على الطفل ممكن يحصل له مشاكل. فبيتبع المشاكل بتزعى مختلفة ان الطفل يجيله امساك مثلا. يجيله يصرخ بدون سبب. يجيله حسية في جلد وحسية جلدية ديء في النفس. فكده حسية الالبن دي خرجت بره الجهاز الهضمي يعني. فاذا لازم بقى ساعدتها في الام برضه لو هتردع فيه بتمنع بعض الاكلات زي الالبن ومنتجاتها. وفيه برضه سبيشيال فورميلة للاطفال اللي عندها حسية الالبن بتمشي عليها. انه هو بتاخد لبن مصدره غير بقري يعني غير حيواني يعني. اللي هو زي الحاجات المعمولة من فولستوية والحاجات. طيب يا دكتور الله هنتكلم شوية عن الضيط ومشاكله. كتير بيعانوا ان هم هم بيعملوا ديت بيحصل تساقط شعر. فهنا عايزين نعرف ايه سببه. هو التساقط شعر فيه فيه اصلا تساقط طبيعي شوية. اللي هو من زيرو لحد مية او ميتين شعر في اليوم. ده بيظهر اثناء التمشيط. بيظهر مثلا لو اثناء غسيل الشعر. فده الطبيعي لكن ولو هو استمر مدة طويلة يبقى اصبح ده حاجة مزمنة يبقى كده فيه مشكلة. فممكن يكون لها علاقة بالتغذية شوية. ممكن يكون الشخص ده لو هو بيعمل ديت ماشي على نظام مش صحي شوية. لان التغذية مهمة برضو في النمو بصائلات الشعر. الحاجات اللي فيها زينك زي المكسرات مثلا زي الشوفان زي الألبان منتجات الألبان دي مهمة. البروتين طبعا لان الشعر اصلا بتكون من بروتينات. فلازم برضو بناخد نمشي على نظام اللي هو العالي الصعرات اللي هو الصعرات الحرارية اللي هو نظام عالي البروتين. اللي احنا بندخل فيه صعرات حرارية احنا كل جسم بيحتاج صعر حراري معين. فعدد صعرات يعني معين. كل جسم بيختلف عن الجسم. اه طبعا كل شخص لي عدد صعراته على حسب المجهود بتاعك برضو. وفي ناس مثلا ما بتعملش مجهود خالص. وفي ناس بتتمرن فاللي بتتمرن ده محتاج صعرات أعلى. لانه هو محتاج بروتين أعلى عشان النمو العضلي. وبرضو بيختلف على حسب الهدف يعني. انا هدفي ايه من الضايت يعني. في ناس مثلا عايزة تعمل شيب. في ناس عايزة تنزل كواقة مع الميزان بس. في ناس عايزة تعمل عضلات. فعايزة تعمل يعني مثلا ممكن واحد تمانين كيلو. واحد تاني تمانين كيلو. لاتنين نفس الوزن. بس ده شيب وده شيب تاني خالص. ده مثلا الدهون عنده متركزة في أماكن كتير. ده نسبة الدهون عنده أقل. فبيبق على حسب الهدف بتاعي من الضايت او انا هعمله ليه. فموضوع بقى تساقط الشعر ده ليه علاقة طبعا بالتخزية. برضو بننصح برضو انه هو عدم استخدام الحاجات الأدوية الكيميكا. اللي هي بتسبب مشاكل أصلا في بعض الناس تاخد أدوية يعمل لها تساقط شديد في الشعر. فلازم برضو نبتدي نقلل لو لقينا في علاج معين بيعمل لها تساقط في الشعر نحاول نستبدله أو نرقفه خالص. برضو رسيل الشعر بمواد كيميائية كتير برضو. استخدام السبغات والحاجات دي كلها ليه علاقة برضو بالتساقط الشعر. وخلينا نرجع لموضوعنا اللي هو التخزية في الأساس إن كل ما أخدنا عناصر غزائية مفيدة للجسم. طيب دلوقتي الرجيم بيفرق بقى من فصول الشتة وفصول الصف؟ لا يا دي دايما حجة الناس بتأخذ. يا ناس بتقول أن بيخصف فصول الشتة أكتر. لا بتاكل فصول الشتة أكتر. وفي ناس بتخصف أكتر فصول الشتة. لا أنا سمعتوا دايما إن في الشتة يقولوا إن إحنا بنأكل أكتر عشان بنجوع وكلام دا كله. والحركة بتبقى أقل أنت عاف الشتة بيبقى فيه كسر شوية. قال أنا بخصف الشتة أكتر. على بالك لو معلومتك برضو صحيحة لسبب إن الجسم بيحتاج شوية طاقة عشان يبتدي يدفي نفسه. بس الناس دايما بتقول إنها بتاكل كتير في الشتة. بس لو معلومتك برضو صح. إن هو الجسم لما تجوا بيبقى برد. فيبتدي مع البرودة بيبقى الجسم عايز يدفي نفسه. فبيبزل طاقة أكتر. إنما ما فيش فرق إما بينه. لا ما فيش خالص. هو الفرق طبعا في الأكل. لما أنا ممكن مثلا أجيأ أكل في الشتة كتير جدا وأدخل. فمالهاش علاقة. مالهاش علاقة. والعكس في الصيف برضو. انت عارف برضو الأكل في الصيف بيبقى أكتر من الشتة شوية. كفاكهة وكفرايتي أكتر شوية. في الشتة بقى الناس بتبقى الكسل شوية. الخروج بيبقى أقل. والكلام ده كله يعني. تمام. طيب في ناس برضو بعد ما تخصي بترجع تاني. هو بترجع في الميزان تقصد. يعني ما هو بيبقى برضو نتيجة إنهما بيلخبطوا في الأكل. يعني كانوا ماشيين أسوق. هو الفكرة إن إحنا دايما في الضايت بيبقى بدخين الموضوع كحرمان. إن أنا هحرم نفسي من كذا وكذا وكذا. فبتبتدي بقى إرادتك أو نفسيتك بعد فترة صغيرة جدا تبتدي تضعف. تبتدي تقلف. عشان كده إن إحنا ممكن بنرجع تاني. هي بتبقى لحسب الإرادة. لأنك أنت برضو بتبقي حرمة نفسك من حاجات كتير. فده بيبقى ضايت مسحي شوية. الإنسان لما يحرم نفسه من أكل معين يعني. ده بيبقى مسحي. فبيرجع تاني بقى لأن الإرادة بتقل. وبيبتدي يشوف مؤسسات الخارجية لأكل. وطبعا أي أكل بيبقى مغري طبعا. فبيبتدي الإرادة بتقل. فبيرجع تاني عشان كده يعني. طيب يا دكتور عايزين نصيح للمشاهدين بتوعنا. في نهاية الفقرة تبديهم نصيح إيه بالنسبة لأطفالهم وبالنسبة برضو للتغذية. بس سريعا ما عليش عشان نبقى. لا لا تبقى. هو النصيح دايما زي ما قلنا موضوع التباعد الاجتماعي حاليا. عشان موضوع الكورونا دو. طبعا. ربنا يستمع الأطفال لكلنا يا رب. يا رب يا رب. التغذية السريمة. ما الأكل الصحي اللي فيه نسبة بروتين وزينكو زي الخضرات. والحاجات اللي فيها حديد. دايما بنقول للأم اهتمة بوجبة الفطار مهمة جدا. دايما بنقول للأم تلبس ابنها لبس ما يكونش زي ما احنا قلنا كده. صوف كتير. الكلام لازم يبقى قطن والقطن يبقى خفيف. وفي نفس الوقت يدفل الطفل. بالنسبة للتغذية بقى. كل شخص طبعا بيبقى ليه الضيط بتاعه أو الطريقة بتاعته. ما ينفعش ان فيه طريقة جابت مع شخصي بتتبع عموما على الناس كلها. لانها ممكن تعمل مشاكل للاخرين. بس فده اللي انا قدر اقول لكل الناس. وانا كنت سعيد جدا معاكم. شرحتني يا دكتور. شكرا حضرت يا دكتور نحمد طيح. خاصة الاطفال وحديث الولادة والتغذية العلاجية. استنونا في الفكرة التانية ان شاء الله مع المهندس سامي. صاحب شركة الفتح للمواد العزلة. بعد الفاصل استنونا.